مرحبا برج الجديد هذه قراءتك العامل رح نلقى فيها نظرة على وضعك المالي الصحي العاطفي وأيضا أي أخبار أنت منتظرها أو تتوقعها في المستقبل الأول كرتين رح يكونون تبع طاقتك العامل الشهر عندك ثلاث الأخصان طاقة نارية طاقة انتظار ما طلبته ما تمنيته أن يأتي إليك تنتظر السفن أنت أتي إليك لأن فيها حمولة أنت تحتاجها وأيضا أربع الخماسيات طاقة الأرض أو الترابية هي طاقتك تحس أن ما لديك من أموال غير كافية عشان تنمو الكرتين مع بعض يبينون لنقطة مهمة في حياتك أنت تحس أنت غير راضي عن أدائك في الحب والمال أو الأثنين مع بعض تحس أنه وصلت إلى مرحلة وإن كنت مستقر مادياً وإن كنت وصلت إلى وظيفة معينة أو منصب منيح لكن عندك إحساس أن المفروض تكون أكثر من هكذا غير راضي عن الوضع احتمال أنك أيضاً قاعد تبحث عن وظيفة أفضل عن دخل أفضل في نفس الوقت مشروع تعد لب دخلك هذه هي طاقتك لهذا الشهر على صعيد الحب ثلاث الأخصان مثل ما قلت لك كرت انتظار السفينة أن تأتي احتمال أنه في شخص رحل عنك أنت منتظار رجوعه بانتظار أن يأتي إليك يذق بعضك يوم من الأيام ويطلب منك أو يكون مستعد أن يتفاهم معاك من جديد أو أنت بانتظار الحب بشكل عام لأن تحس أن في شيء غير كامل عندك لديك ما يكفي حالياً بجالب أيضاً كرت الإمبراطور لديك ما يكفي ولكن ليس ما يسعدك أحس أن بطبيعتك أنت يا برج الجدي دائماً عندك تحكم بالأمور اللي لها علاقة بالأرض الأمور المادية سهل جداً أن أنت تأتي بالأمور المادية لنفسك ولكن تحس أنه دائماً في الحب أو في العلاقات أو في التفاهم حتى مع الحبيب هنا تحديك الخاص هذا يمثلك تحدي الأمور المادية ليست تحدي بالنسبة لك تستطيع أن تعد بلها في أي وقت تستطيع لكن ما ينقصك هو السول ميت احتمال أنك التقيت بشخص حالياً هو غير موجود في حياتك لأي سبب من الأسباب انفصال فراق ابتعاد واحد عمل للثاني بلوك أنت احتمال أيضاً رحلت عنه ولكن التار يخبرك أن أنت الآن في مرحلة ترقب تنتظر إما أمورك المادية تتعدل رح تحس أنك عندك ثقة أكثر عشان أنت تتوجه باتجاه الحبيب إذا هو لم يأتي بعد فترة ولكنك تنتظر شيء مادي معين يتحسن عندك بحيث تحس نفسك وافق وتعرض على هاي الشريك أو الحبيب أو حتى تستقبله عندما يرجع إليك أمورك المالية أو حياسك العملية يا برج الجدي عندك الامبراطور ولكن معه أربعة سيوف طاقة هوائية أرى أنك حالياً أنت مسيطر مثل ما قلت لك أنت عندك ثبت نفسك في أمور معينة في الوظيفة أو في المال أو في الدخل مثبت نفسك ولكن حان الوقت لأن تعيد تغيير أولوياتك لأن في هاي المرحلة ترى يخبرك أن أنت مش قاعد تنتظر أموال جديدة تأتيك وإن قم تتحاول ولكن هاي المرحلة هاي الشهر بالذات مهم قبل أن تأتيك الأموال الجديدة أن تعيد ترتيب أولوياتك تغير من أسلوب حياتك مثلاً تخفف المصاريف تكثر من التوفير أو تغير أنت عندك أربعة سيوف عندك أربعة أمور هي قاعدة تستنزف أو تأخذ الأكثر من دخلك دخلك قاعد يتوجه إلى أربع أمور رئيسية حان الوقت أن أنت تقلل تعيد تغيير النسبة وترتيب هاي الأولويات عشان تحسن من نفسك عشان تحسن من وضعك الاقتصادي هذي أول خطوة عشان لما تأتيك الأموال الجديدة في المراحل القادمة تكون أنت أصلاً أولوياتك تخدمك يعني لما أتأتيك أي أموال جديدة ما راح تروح كلها باتجاه المصاريف مثلاً راح يكون أنت جاهس لنفسك فكرة معينة مشروع معين راح أيضاً أدخلك مدخول أكثر فجداً مهم يا برج الجديدة أن هاي الفترة تكون عندك توازن مادي وأيضاً تتحكم في نفسك كارت الأمبراطور دائماً التحكم بالنفس مهم أن أنت تتحكم بنفسك بما يخص هاي الأمور أحس أنه عندك رغبات معينة أسلوب حياة معين تعود أن تصرف الكثير من الأموال في جانب معين جانب أما التجميل أما التخسيس أما الأكل في الخارج أما الخروج مع الأصدقاء في عندك جوانب يحتاج أن تخفف منها يعني تسوي كتنج داون حق الأكسفنسيز تبعك عشان تكون أقوى في وضعك الاقتصادي حالياً التاري يخبرك أن أنت مو محتاج أموال جديدة تأتيك أنت مجرد تعيد جدولة مصاريفك في الوضع الصحي أنت جداً في عنصرك ملك الخماسيات ملك الأرض أنت في عنصرك عنصر الأرض مش ناقصك ولا شيء احتمال أن أغلبكم إما في نهاية العشرينات أو بداية الثلاثينات ولكن التاري يخبرك أن أنت في مرحلة أقوى مراحل الصحة فحافظ على نفسك لأن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعرض صحتك للخطر كثرة التفكير برج الجدي من النوع الذي كثيراً يفكر دائماً يسمى البرج الأرض الذي يتصرف كأنه هوائي لأنه أيضاً يحكم بكوكب زحل ساتر وكثير التفكير طاقتك أيضاً هي طاقة زحل كوكب المنطق والعقل والتحليلات والأمور المنطقية كثرة التفكير احتمال أنها تسبب لك أرق دائماً أول شيء أشدني إلى ملك الأكواب هو قلبه أن صحتك منيحة وقوية جسدك منيح لكن طاقتك النفسية نفسيتك إذا لم تشتغل عليها صح إذا ما كنت كل يوم تستيقظ الصباح وتحسي أنك فعلاً صحيح من داخل من قلبك سعيد أيضاً هذا اللي رح يأثر على صحتك وأيضاً أنت عندك إفراط في شيء معين أول شيء التفكير ثاني شيء احتمال عندك إفراط في الشرب شرب الشاي شرب أي شيء ثاني الكأس أيضاً جذبني عندك إفراط في الشيء معين كثيراً مثلاً تأكل فاسفود أو كثيراً تسهر عينها أيضاً جذبتني كثير السهر هذا جداً ممكن يعرض صحتك للخطر على المدى الطويل حتى وإن كنت في عص صحتك هذا هو السبب الأساسي اللي ممكن أن تشتكي منه في المستقبل أو تعاني من عوارض فحط بالك على قلبك منطقة القلب المنطقة الروحانية مساعدتك الداخلية الشرب وأيضاً مثل ما قلت لك السهر وكثرة التفكير العقل العين لا تفكر كثيراً ولا تكون سلبي أيضاً في تفكيرك دائماً تتوقع الأسوأ من الأشخاص من الحب دائماً تتوقع الأسوأ من الأشخاص هذين احتمال الشخص اللي تحبه كثير التفكير فيه وتنظر إليه كأنك ترتقب قدومه الحل بالنسبة لي هو دائماً أن تكون عندك ثقة أن أي شيء راح يصير أو يحصل لك راح يكون في مصلحتك عندما تكون واثق من الداخل أن أنت فعلاً كل شيء يحدث في حياتك من أجل مصلحتك ما راح تكون في مرحلة قلق متى راح يرجع هل إحنا راح نكون مع بعض هل سألاقي الشخص اللي أحس السلمي التبعي هاي الأسئلة ما راح تكون موجودة عندك فصحتك متعلقة بنفسيتك في الفترة القادمة ننظر إلى الحياة العطفية عندك ست الأخصان طاقة نارية طاقة الشخص المنتصر اللي يحيطون بأشخاص في احتفال وعندنا كرت الأمبراطورة أرى أن هنا واحد منكم في حياتك العاطفية مع الشريك أو الحبيب كان في مشكلة وأساس هذه المشكلة أنه كان في شخص مستعد للارطباط أكثر من الثاني كان في شخص جاهز سواء أنت أو هو يا برج الجدي كان في شخص مستعد أن يقفز يوقع عقد الزواج يبني أسره ينجي بالأبناء عندنا طاقة الأم الأرض وشخص كان لحد الآن مستمتع باهتمام الأشخاص وشخص أو الغرباء اللي حوله لحد الآن يحب أن تكون لديه الكثير من الخيارات شخص واثنين وثلاثة وتكون جميع أيضا خياراته مفتوحة ما يحب الارطباط ما يحب الالتزام كان هذا السبب الرئيسي وإن كان في حب وإن كنت سول ميت لكن هذا هو التحدي الأكبر اللي واجهتها العلاقة كنتوا تريدون أشياء مختلفة شخص عين على الأسرة وتكوين الأسرة وشخص عين على مجرد المشاعر أو الإسم تاع في اللحظة كأنما لا يريد أن يفكر ما الذي سيحدث في المستقبل احتمال أنت احتمال الشريك خذها بالجانب اللي يناسب وضعك ولكن مقابل الأم الأرض عندنا كرت العدالة برج الميزان وأيضا لدينا كرت الجوزة العاشقين والسول ميت احتمال أن هذا الشخص أو أنت يا برج الجدي عندما لقيت أن العلاقة لن تؤدي إلى ما تتوقع أو تتمنى من الارطباط والزواج والأسرة قررت أنك تنهي العلاقة واحتمال أنك قبل أن تنهيها بيّنت إلى الشريك أن عينك فقط على الارطباط الارطباط نفسه كرسميا كتوقيع عقد الزواج هذا ما يهمك في الحياة حاليا أو هذا ما يهم الحبيب ولكن الشخص الثاني كان دائما مستغرق فقط في مشاعره في اللحظة من النوع اللي يحب أن يستمتع في اللحظة وخلاص عندما تنتهي يرجع إلى أموره المعتادة وخياراته العادية يحب الحب من أجل الاستمتاع ويعرف أنه أنت سول ميتس هذا الشخص يعرف أنه التقى بالسول ميتس ولكن في نفس الوقت يجد صعوبة في التخلي عن جميع خياراتها المفتوحة والارطباط ولكن عندما تتلاقى الامبراطورة مع كرت العدالة وست الأخصان مع العاشقين أرى أنه على المدى الطويل رح يكون فيه مثل التسوية رح تلتقون في المنتصف ولكن ليس المستقبل القريب لأنه لدينا الكرتات الكبيرة الكرتات الكبيرة تقولي أنه رح تأخذون وقت من أجل أن تصلون إلى نقطة مشتركة رغبة مشتركة من أجل أن تقع رغبتك جنب أو مع رغبة رغبة الحبيب الموضوع رح يأخذ وقت لأنه فيه شخص حاليا جدا مستمتع بحياته ممكن أنت؟ ممكن الشريك؟ ما أعرف ولكن في النهاية هذا الشخص اللي قاعد يستمتع بخيارات كثيرة في حياته رح يدرك أن ليس كل ما يلمع ذهبا لديه فعلا فقط شخص واحد هو يحبه بصدق لديه فقط سلمة واحد وعندما يدرك هذا الشيء هذا هو مربط الفرس عندما يدرك أن كل هذا الاستمتاع بالآخرين ما عاد يسعده لأنه عنده أربع الخماسيات رح يشوف أنها توقفت عند المتعة توقف عند النموم وإيضا احتمال أن خسرت الطرف الآخر عندما يدرك هذا الشيء رح يكون فيه رجوع إن شاء الله رح أسحب لك كرت واحد تبع النصيحة الأخيرة أنا أحبك هذه كلمات قوية هذه الرسالة للجانب العاطفي مجرد اعتراف هذا الشخص اللي كان في السابق غير مستعد للأرتباط مجرد اعترافه بالحب اللحظة بالنسبة لهذا أيضا كرت يرجع إلى كرت العاشقين اللحظة اللي يدرك فيها مشاعره تجاه هذا الشخص وما الذي يعني إليه هذا الشخص رح تكون مثل المصبح اللي يولع في حياته رح يكتشف هذا الشيء ورح يرجع بسرعة ويخبر للطرف الثاني إنه ما يحبه وهنا رح تكون مثل ما قلت لك النقطة المشتركة في المستقبل رح يكون فيه حب ورح يكون فيه حدوء من بعد العاصفة ويبال رح يسحب لك كرت تبع ما تتوقعه اعتمال إن هذا الشخص اللي انسحب أو كان غير مهتم أو غير متمسك بالعلاقة واغتم الأوقات هو الذي في لحظة ما كأنه ما ينزل عليه ملاك التنزيل وتكون بالنسبة له صدمة يدرك أنه خسر الشخص الثاني ويدرك مقدار حب للشخص الثاني ويرجع بسرعة رح تكون لحظة جدا مهمة أو صادمة حق الشخص اللي في الأعلى برج الجديد صار عندي فضول أعرف هل أنت الشخص اللي في الأعلى هل أنت الشخص اللي حاليا لا ترغب في الأرتباط وتحب أن تخلي علاقاتك مفتوحة ولا أنت الشخص اللي كنت ترغب في الأرتباط والحبيب او الشرك غير مستعد لك خبروني في الكومنت لان ايضا المرأة رح تختلف عن الرجل شوية في القراءة احد الابراج ايضا السابقة حصل على نفس الكرت السيدة الحكيمة في مملكة الاحلام مملكة وندرلان بالضبط هذا هو المفتاح للمستقبل التسوية قلت لك في تسوية رح تكون في المستقبل في شخص منكم رح يكتشف مقدار حبه للشخص الثاني وانه فعلا خسره وما يعنيه الى هذا الشخص من بين كل الاشخاص الموجودين وكل الخيارات الموجودة وهذا الشخص رح يرجع جدا انسان مختلف عندك انما مثل الواند او الغصن في يده وهو مستعد ان يسوي العلاقة ويصلح اللي احتمال انه افسد في السابق شكرا عزيزي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة